دلوقتي هنسيب حضرتك بعموجز لأهم وآخر الأنباء موجز التساعة صباحا مع هالة الحملاوي اتفضلي هالة شكرا محمد التساعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تابع بقلق الحادث الغادر الذي تعرض له الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب وعبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أكد الرئيس السيسي إدانة مصر للحادث معاربا عن التمنيات بالشفاء العاجل للترامب واستكمال الحملات الانتخابية الأمريكية في أجواء سلمية وصحية خالية من أي مظاهر للإرهاب أو العنف أو الكراهية هذا وقد أصيب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في واقعة إطلاق نار في تجمع الانتخابين له بولاية بنسلفينيا هذا وقد تمكن جهاز الخدمة السرية الأمريكي من قتل مطلق النار كما لقي أحد الحضور حدفهو أصيب اثنان بقروح خطيرة وبعد الحادث قال ترامب في منشور على موقع نورث سوشل أنه تعرض لإطلاق نار اخترق الجزء العلوي من أذنه اليمنى دع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إنهاء العنف السياسي بعد واقعة إطلاق النار في التجمع الانتخابي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في بنسلفينيا وقال بايدن إن ترامب في حالة جيدة على ما يبدو لأفتاً إلى أنه أحيط علماً بالواقعة بشكل كامل هذا وذكر مسؤول بالبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث هاتفياً مع ترامب بعد واقعة إطلاق النار التي تعرض لها مضيفاً أن بايدن تحدث أيضاً مع حاكم ولاية بنسلفينيا ورئيس بلدية بطلر عقدت اللجنة الخاصة بمجلس النواب والمشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة اجتماعتها بحضور الوزراء المعنيين وخلال الاجتماع استعرض الوزراء المعنيون بياناتهم عن برنامج الحكومة الجديدة على مستوى قطاعات الصحة والتعليم والشباب والرياضة والعمل والتضامن الاجتماعي على مدار 12 ساعة عمل متصلة قدم خلالها الوزراء مجموعة من خطط ورؤى وزاراتهم أكد مصدر رفيع المستوى أن الادعاءات الإسرائيلية بشأن تهريب السلاح لغزة هي تغطية لفشلها في تحرير المحتجزين أو تحقيق أي تقدم في أهداف الحرب وأضاف المصدر أن الحكومة الإسرائيلية تتبع سياسة تجويع مواطن القطاع والإبادة الجماعية لهم للحفاظ على بقائها في السلطة مشددا على أن مصر تمسكت برفع الحصار عن قطاع غزة وحرية حركة الفلسطينيين والانسحاب من محور فلدلفيا والمنفذي رفاح أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي أن الرؤية المصرية لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ووقف الحرب في غزة تقوم على ضرورة أن يطلع المجتمع الدولي بمسؤوليته في دعم تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 جاء ذلك خلال استقبال الوزير عبد العاطي مستشارة الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط خلال الزيارة التي تقوم بها حاليا إلى مصر اللقاء تناول التطورات الخاصة بالحرب على قطاع غزة والجهود المبذولة دوليا وإقليميا لوقف الحرب والتوصل إلى وقف لإطلاق النار يسمح بتبادل الأسرة والمحتجزين ودخول المساعدات الإنسانية قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولتين عن هجوم منطقة المواصي بقطاع غزة والذي أصفر عن مقتل العشرات كان الجيش الإسرائيلي قد أكد أن هجوم المواصي كان يهدف إلى قتل قائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف ومساعده انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل